رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين أبا الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين حياكم الله أحبة الكرام من عندي حرم سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهنا بهذا الحرم الطاهر الشريف ولهذا القبر المنير لسيد الشهداء نسلم عليه ونقول السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله السلام عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البريء من أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع الحزين الواله المستكين سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى حامل اللواء قمر العشيرة ساقي عطاشا كربلا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام سيدي ومولاي نقدم عزاءنا بهذه الليلة لكم يا أهل بيت النبوة لك سيدي يا أبا عبد الله ولأخيك وإخوته يا قمر بن هاشم يا أبا الفضل العباس عظم الله لك الأجر هذه الليلة ليلة وفاة أمك أم البنين نعم أيها الأحبة كما ضحت أم البنين ولبت تلك التلبية وقدمت نفسها أولادها فداء للحسين عليه السلام كذلك نحن نجدد العهد والولاء ونقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله لبيك سيدي يا أبا عبد الله هذا يضعي هذا يضعي يا أبا عبد الله تنشيد من الناس شان أم البنين هذا يضعي جاء يلولي من وين تركض الوادم والفزع بياني الدرق والما درق من بياني سوادي الضعي كل يرسوه من غيره شو ها يضعي كل ما أقرأ ما شوف رايا من الشره نسوان شاوان يزلي طوضي يضعي شم قصره من حقها يا ناس ما تقبل العين ذاك يضع عنوان هذا يضع عنوان زيانة يضع عنها يختلف هذا يضع عن ما بيعرف قلوا لي من وين قلوا لي من وين زيانة يضع عنها من طلاح نور وضرق وخيل وزلم والراية بيجفو في الشميس والقمر حايد دعي النجم برايا تهيلها مقبعي وما تستهم بالناقعة باسي حدي مثلي الحليب بسموحك بالراية والروح مقبعها عباس وديتها بالعين ما شافت الناس وثمانطعيش كوكب يحيف هذا يضع عن ما بيعرف قلوا لي من وين قلوا لي من وين يا ناسي يا نك من مشك ما ينوصي في ذاك الله اللي يلقى يبضعها الشراك والكربة لازتها الوطن ونوك كل هودت في دور وبعيد كافي نهرسن عباس وي أكبر علي بكتارها يا شبلي حسن قلعت من البيعي ولكيل بمرها محجوبة ولي يا نبوكات خدرها حبا وشراف معين وصف هذا يضع عين ما بيعرف قلوا لي من وين قلوا لي من وين قلوا لي من وين حياكم الله أحبة الكرام في هذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة وأعظم الله لنا ولكم الأجر فيها بذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين أم أب الفضل العباس عليه السلام وأخوته أيها الأحبة الكرام هناك يرد سؤال لماذا أم البنين سلام الله عليها قدمت أولادها فداء للحسين عليه السلام وما ذلك التعامل الذي كان من أم البنين في دار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقد وردت أخبار عن أم البنين أنها أول ليلة عندما جاءت إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم تدخل إلا أن استأذنت من الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وطلبت أن تكون خادمة في تلك الدار أم البنين التي ربت أولادها على أن يكونوا مطيعين دائما للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام للإمام الحسني والحسين من بعده أم البنين سلام الله عليها التي قدمت ما قدمت بهؤلاء الأبناء الجواب على ذلك باختصار هو أمر واحد عندما تكون أم البنين سلام الله عليها عارف بإمام زمانها وعارف بحجة الله على أرضه هناك قدمت الغالي والنفيس من أجل إرضاء إمام زمانها وعليه لنا جميعا أن نعرف اليوم هذه القدوة وهذه الأسوة أم البنين سلام الله عليها التي قدمت نفسها قدمت أولادها قربة إلى الله ولإمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه هي تدعونا اليوم إلى أن نكون كذلك نقدم كل ما عندنا لأجل إرضاء إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى انظروا إلى قصتها حتى بعد رجوع السبايا لم تسأل عن أولادها إنما سألت عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك أيها الأحبة لابد لنا أن نتعلم دروس الوفاء ودروس الطاعة ودروس التضحية من أم البنين وأولادها عليهم الصلاة والسلام لا أريد الإطالة بالحديث ولكن أقول سيدي يا أبا عبد الله سيدي يا حسين يا سيد الشهداء هذه الليلة ليلة وفاة المضحية بأولادها أم البنين وأحنا عند حضرتك سيدي ومولاي وعند ضريحك يا أبا عبد الله وكل المؤمنين عندهم حوائج وكثير من الناس يوصونا بالدعاء البعض يتصل البعض يحاول البعض يقول أتأمل أن تدعولي يا أبا عبد الله الليلة جمعة بحق أم البنين وتضحيتها لا تردنا خائبين يا سيد الشهداء وأنت الوجيه عند الله بحق مولاتنا أم البنين عليها الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام من يود المشاركة معنا والسلام على سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يمكنه الاتصال على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة لنكون بخدمتكم إن شاء الله تعالى من عندي هذه الحضرة المباركة المقدسة معنا أول اتصال إن شاء الله لأخت أم علي من بلد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا أم علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحيكم الله ولبيك يا حسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبة لا تسمعون 很قول من الهاتف بلك dispose لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله السلام علي الحسن وحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين السلام علي الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان يا حجة بن الحسن الملدي ورحمة الله وبركاته أعظم الله لك الأجر سيد مولاي لذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين أعظم الله لك الأجر سيد مولاي أبا الفضل العرض لذكرى وفاة أمك أم البنين اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم عجل وليوك الفرج يا رب العالمين وعافية للمصف يا الله اللهم ارزقنا شفاعة الفسين يوم الورود يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله زيارتكم ودعاءكم أم علي ونسألكم الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من المقبولين عند مولانا وإمامنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حياكم الله اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد ولا ننسى أول الدعوات دائما الدعاء بتعجيل فرج إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف معنا اتصال آخر أم أحمد من بابل السلام عليكم ورحمة الله الأخت أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم سيدنا عليكم السلام أظم لكم الأجر بالاستشهاد سيدتي ومولاتي أم البنين أظم الله لكم الأجر بارك الله أحمد يا حذر اتنصين التلفزيون وتسمعونا من الهاتف بارك الله سيدنا أنت هناك سنتي أنت مريضة سنتي أنت مريضة ما زائرة يا أبا عبد الله أحنا الآن أمامكم هذه فرصة أمامكم حضرة الإمام الحسين سلموا عليه وإحنا ما نساكم بالدعاء ما زائرة يا الله بحق مولاي الإمام الحسين الله يقضى حوائجكم ويسر أمركم إن شاء الله بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام سجل أسماعي وإسمع عائلتي سيد رحم الله والدي بارك الله بكم سجل أمام دعائلتها دعم سجلنا إن شاء الله الله يتقبل زيارتكم ودعاكم وأم أحمد إن شاء الله نشرككم بالركعتين بإذن الله مع الزائرين بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعاكم معنا الأخوة وداد من الديوانية السلام عليكم ورحمة الله وداد السلام عليكم الأخت وداد إذا تسمعون يبدو ما تسمعنا الأخت وداد نعتذر من عدها وسجلنا اسمها ونضعها في الضريح الشريف للمولابي عبدالله الحسين عليه الصلاة والسلام إن شاء الله حياكم الله مع أنا الأخ أبو عباس السلام عليكم إلا أخ أبو عباس حياك الله أبو عباس إذا تسمعنا السلام عليكم ورحمة الله يبدو ما يسمعنا أبو عباس معنا يبدو انقطع الاتصال مع أبو عباس معنا اتصال آخر الأخت نور من واسط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أبو عباس رجعويانا سيدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله خير إن شاء الله نحن نسمعكم وتفضل بالزيارة أبو عباس حياك الله أخير من ورحمة الله أخير من ورحمة الله أخير من ورحمة الله سيد الحسين السستاني نور معنا السلام عليكم الأخت نور إذا تسمعونا يبدو ما تسمعنا الأخت نور نعتذر من عدها سجلنا الاسم إن شاء الله ونضعف الضريح الشريف للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام معنا اتصال آخر أم جاسم من البحرين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا أم جاسم تفضلوا بارك الله بيكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك سيدي يا أبي عبد الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسكشهاد السيدة أم البحرين سلام الله عليكم من الحسين ورحمة الله وبركاته لبيك يا حسين والأجر إن شاء الله بارك الله بكم متابين بحق محمد وآل محمد السلام عليكم يا أبي عبد الله السلام عليكم السلام عليكم يا حسين المنتظر والسلام عليك من خريجة السجر والسلام عليك ابن فرصمت الجنر السلام عليك سجر الله ونوصل المعصر أشهد أنك فجأتمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرتك المعروف ونهيت عن الملكار وجهزت أمرتك جبهتي سجر الله حتى الزكاة ونهيت عن الملكار جنر السلام عليك أنا يا أخيك الأباس مفتوع اليدين أبو كالق الحليم أعظم الله ياك يا صاحب الأسور الجمان اللهم يعجل سياسة وسهل مخرجة والعنى منهم فرور ورعوانة وتعطويتك أبا عبد الله الحسان يا أبا عبد الله يا وديان عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله بارك الله بكم ومجاسم يا أبا عبد الله الحسان في هذه الجمعة يا أبا عبد الله الحسان في هذه الجمعة عندنا نصل بإخوان كجمس فاطمة وحورية رحم الله وعندك سيد بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله إن شاء الله بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولانا الإمام الحسين صلى الله وسلم معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حياك الله أهلا وسهلا سهلا فضلوا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله السلام عليكم وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أبا الحسين السلام عليكم وعلى حسين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا قمر النهات السلام علي ساخر عباسة كذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى الحمران زين من المصائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على أم الدنيا سلام الله على أم الدنيا سلام الله عليها يدك من حسين سلام الله عليها وعلى أولادها السلام عليكم ورحمة الله يا أبا سيد حيدر يا أبا سيد السجل يسير إن شاء الله يا الله نسأل الله لكم العافية والسلام بكرامة مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حياكم الله والله يتقبل أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين معنا التصال آخر أبو عقيل من بغداد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيدنا الغالب لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك سيد يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين بن فضل العباد وعلى جبل الصبر زينب ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة أم البنين الطانرة الله تحبي وسلامه عليها سيدنا الغالي نتلكم الزيارة والدعاء أدنا مريض نتلكم يدعونا يم الحسين إن شاء الله دعاكم وحق هذه الليلة وصاحبة هذه الليلة ونترمن الله أن يحفظكم ويبارك بكم على هذه الخدمة وعلى هذه النعمة وبارك الله بكم وجزاكم الله خير جزاء المحتنين الله يحفظكم ويتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله وموفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياك الله معنا الأخت ليلى من الموصل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبدالله لبيك سيدي يا أبا عبدالله وعزيكم وعزي أم الإسلامية وعزي صاحب العقل والزمان للناس والشاكل يريدون مولاة أم البنين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أم البنين وعلى أولادك الأربعة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبدالله الحسين السلام عليك وعلى أمك وأبيك وجدك وأخيك وعلى نستجهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك قمر بني هاشم هذا ب それل العباس السلام عليك وعلى أختك الحوراء السلام عليكم مني ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام عليكم اللهم اتحق في إمامنا الحسين عليك يا رب العالمين وبعظمة إمامنا الحسين عليك يا رب العالمين شافي مرضانا، داو جرحانا أرحم شهدائنا وحفظ حيث الشعبي المقدس وقوات الأمنية حق هذه الضريح يا الله شاكي وعافي جميع المرضى يا رب العالمين عجل لنا ظهور مولانا صاحب العصر والزمان يا بقية الله يا صاحب الزمان بارك الله بكم أحسنتم يا ليلى تفضلوا بارك الله بكم اسم والدي للشفاء والعافية اسم والدي الله يرحمه واسم جميع أهل وآلتي ولي يروك عدن صلاة والدعاء ودعاء إذنه خاصة للشفاء نشرككم إن شاء الله بركعتين الزيارة بإذن الله تعالى بارك الله بكم وإلى الله يتقبل زيارتكم ودعائكم وموفقين لكل خير بحق مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه معنا أم حسام السلام عليكم لبنان سلام عليكم السلام على الحسين يا حسين نعم يا حسين السلام على الحسين السلامه على عليب الحسين السلامه على أولاد الحسين السلامه على أطحاء الحسين السلامه على الشهر Lambين اللهم يا رب هذه الليلة حق كل مريض حق أم البنين وحق الزراء وحق السيدة زينب كل مريض يعطي كل محفر يا رب لا ترد دعاننا هذا حق الزراء هذا حق أم البنين لحك من صブ العواقب لحك personajes جميعا وإليكم الصحة والعافية جميعا يا أمن كلم اسفع لنا عند الله يا سيدتي ولاسك اسفعوا لنا عند الله يا سيدي يا مولاي يا علي بن موسى الرضا اسفع لنا عند الله يا وجهات عند الله اسفعوا لنا عند الله اللهم يقول علينا هذا عاما بالإبان والصحة والعاصلة على جميع إمة محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بارك الله بكم أم حسام تقبل الله زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله معنا اتصال آخر أم يثم من ذيقار السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ولبيك يا حسين الله حييك سيدنا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله الله مصلي على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائي السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهران عظم الله جورنا وجوركم بوفاة سيرتي مولئة في أم البنين عظم الله لنا ولكم الأجر أهل البيت الله مصلي على محمد وآل محمد يا سيدنا يا أبا عبد الله لأن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيها عند الله أقرح وائج المحتاجين وإحنا منهم شاف جميع المرضى وإحنا منهم أزور هاي الليلة نيابة عن وائدية ووالد ووالدية وعند المرمئين والمؤمنات في الأحيام والأمور اللهم رزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة سجل اسمانا ورحمة الله وعليك سيدنا أبو ميته مولده وعمل وولده سجل غالبت المرحوم ومحمد ووالدي لكم الزيارة والدعاء اللهم حسن العاغب لنا ولكم ولجميع يا رب العالمين يا الله بحق محمد وآل محمد بارك الله بكم أم يثم الله يتقبل زيارتكم ودعائكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله وزاد الله في شرفك يا حسين وجعل الله هذه القباب المنيرة المشرقة دائما إن شاء الله بنور الحسين صلوات الله وسلامه عليه معنا تصال آخر الأخت آية من الدجل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله بارك الله بكم أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد سيدتي وولاتي أم البنين قاضية الحاجات عليها السلام ورحمة الله ورحمة الله وعليكم الأجر إن شاء الله ومثابين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثلائك وألاخت برحلك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم أهل البيت السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على قطيع الكفين أبل فصل العفاس السلام عليك يا ابن أمير المومنين السلام عليك يا حقل اللواء الحسين السلام على الحوراء زينب عقيلة الطالبيين السلام على جبل الصبر بأبي أدت وأمني يا أبا عبد الله بأبي أدت وأمني يبدأ رسول الله بأبي أنت وأمضي يبدأ فاطنة الزهراء بارك الله بكم آية يبدو انقطع الاتصال مع آية الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين واجعلنا من أنصارهم اللهم صل على محمد وآل محمد ويسر أمور المؤمنين جميعا بحق مولانا وإمامنا بعبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه معنا اتصال الأخ أحمد من بابل السلام عليكم ورحمة الله أحمد يا حب ذا اتنصرنا التلفزيون تسمعنا من الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال بارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أحياكم الله ولبيك يا حسين السلام علي الحسين يا أبا عبد الله السلام عليك يا سيد يا مولا يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أم البنين يا قاضية الحاجات السلام عليك يا سيدة يا مولاكي يا أم البنين يا قاضية الحاجات السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الله بارك الله بكم أحسنت يا أحمد الله يتقبل زيارتك ودعائك أشكرك رحم الله والديكم السلام عليكم السلام عليكم أحسنت يا أبا عبد الله أحسنت يا أبا عبد الله أشكركم الله يحفظكم إن شاء الله يبارك بيكم ونسأل الله القبول لنا ولكم بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حياك الله نعم أيها الأحبة الكرام وها نحن نرى الزائرين يطوفون حول حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبين الحرمين الشريفين وعند أبي الفضو العباس سائرين الله سبحانه وتعالى بحوائجهم وهنا محط الرحال وهنا محط استجابة الدعاء فهنيئا لكل زائر وهنيئا لكل قاصد وهنيئا لكل من حضر ويحضر وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يريد زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يرزقه ذلك إن شاء الله عاجلا غير آجل بحق محمد وأهل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صلي على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد معنا اتصال إن شاء الله إلى أخ محمد من كركوك السلام عليكم ورحمة الله عليكم والسلام حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حافظه وعلى صف العباس وعلى جبل الصف زينة الكبرى ورحمة الله وبركاته اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تحفظ قواتنا الأمنية الباسدة والحجد الشعبية المقدس وأن تشفي مرضانا بحق محمد وآل محمد يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بارك الله بك يا محمد الله يتقبل زيارتك ودعاك إن شاء الله موفق لكل خير معنا أمرضى من البصرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا سيد أمولاي لبيك يا فتيل عباطا لبيك يا سيدة الشهداء يا سيدة الشهداء نعنبي صاحب عصر الزمان سيدتي أمولا في يوم البني السلام عليك يا سيدة أمولا يا أبا عبد الله مرحمة العبرات الشامة السلام عليك يا سيدة أمولا يا أبا عبد الله السلام عليك يا سيدة أمولا يا أبا عبد الله ان شاء الله يحمي بالخرص شورة الضريح الشريف بارك الله بكم السلام عليك يا زين ومولا السلام عليك يا زين ومولا السلام عليك يا عمي إن شاء الله نشرككم بركعتين بارك الله بكم بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعائكم إن شاء الله موفقين لكل خير وأسأل الله أن يرزقكم زيارة المولا بي عبد الله الحسين عليه السلام معنا سيد حسين من إيران السلام عليكم ورحمة الله يبدو انقطع الاتصال مع الأخ سيد حسين إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزيارة وإذا عودت الاتصال نكون بخدمتكم بارك الله بكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي على محمد وآل محمد ها هنا محط الرحال ها هنا محط استجابة الدعاء معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله نبيك يا حسين نبيك يا حسين السلام عليكم يا أبا عبد الله الحسين السلام علي أحمد الواتح مولانا بالفضل العزيز السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم البنين عزيزة الحسين اللهم نسأل الله بحق هذه الليلة عجل وليك الفرض يا الله يا الله يا رب العالمين الله يحفظ ان شاء الله رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم الله يرحمهم برحمة الواسعة ويرحم جميع شهدائنا ويرزقنا شباعتهم ان شاء الله يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين يا الله يا الله بارك الله بكم الله يتقبل زيارتك ودعاك ان شاء الله موفق لكم الخير بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين معانا تصالي اخر السلام عليكم حاجة السلام عليك يا باعد الله السلام عليكم فضلوا تفضلوا بارك الله بكم فضلوا بالزيارة بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعاكم السلام عليك يا باعد الله أهد التأثنة ما عنده خلقه يا الله بدمتكم من أهل البيئة تقول ان شاء الله يتدخلونه امامكم بارك الله 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 ب بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي وإمامي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حياكم الله اللهم صلى على محمد وآله محمد معانا اتصال آخر الأخ هادي من بلد السلام عليكم ورحمة الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله نعزي نعزي الإمام صاحب العصر والزمان ونعزي المراجع العظام بذكر شهادة السيدة الجليلة أم البنين عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله ومثابين بحق محمد وعالم السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى ولاد الحسين السلام علي كافر الزينب الحوراء والفضل السلام علي جبل الطبر السيد زينب عزيزي أسمعكم بارك الله من عندك تندعين السلب الوظيفة يا الله ويطلب من أبوه عبد الله ومن أبو الفضل خاصة من أبو الفضل يا الله إن شاء الله يفرحونك وتستبشر أنت وجميع العائلة إن شاء الله وريدك سجل اسم علي مرتضى بالشفاء إن شاء الله نسأل الله له العافية بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله منفق يا هادي وأسأل الله لك قضاء الحاجة ولجميع المؤمنين بحق مولاه وإمامي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حياك الله اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين واجعلنا من أنصارهم ومن أنصار مولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف معانا بيداء من واسط سلام عليكم ورحمة الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا رب صلى العباس سلام الله عليك سيد أختم أم البني أحنا ما منساكم إن شاء الله بس أنت أمامش حر أم أب الفضل سلام الله علي هذه القبة المنيرة أمامكم أختم عليك يا رب صابا وبعد هو هو ابن أم البنين سلام الله عليها والليل جمعة إن شاء الله يا سيد أدعيي السلام عليك يا بصدر سلام عليك يا أم البنين عمدي صاحب العصر والزمان أستشار مولاك يا أم البنين أدعيي يا سيد أمان يا الله الله يقضى حوائجكم وينور دربكم بحق مولاي الحسين يا الله يا الله يا رب العالم بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير وأسأل الله لكم قضاء الحوائج ولجميع المؤمنين بكرامة مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه حياكم بارك الله بكم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين السلام إن شاء الله لجميع المؤمنين أسأل الله قضاء الحوائج وشفاء المرضى لجميع المؤمنين أنا أقول هكذا قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم كثير من الناس يوصون بالدعاء كثير من الرسائل وصلتني حقيقة خصوص ليلة الجمعة الناس تتأمل الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم أنت الآن جالس اقرأ في بيتك اقرأ سورة الفاتحة بنية قضاء حوائج المؤمنين وشفاء المرضى والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يستجيب لنا ولكم إن شاء الله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله منار من واسط السلام عليكم والسلام نبيك يا حسين نبيك يا حسين السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا سيدي الشهداء السلام عليك يا نور عين يا عبد الله الحسين يوم الإسلامية وفاة الصديقة الطاهرة أم الزمين وفاة جانا الله وفاة العقل والزمان وكل السلام عليك وفاة وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الدين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا سيد الشهداء يا حسين بن علي أيها السهيد وابن رسول الله يا خدة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستجفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا تبينه لحاجاتنا يا وديها لعند الله إسفع لنا عند الله يا مولا يا أبا عبد الله الحسين يا مولا يا رسول الله على أصحاب الحسين بالطاهرة طارق الحاجات بقبل صب العباس يا الله يا أبا عبد الله الحسين أصبح هذا كم نحتاج ونزل كل محروف بالدرية الصالحة في كل مرية وكل من أصونا بالدعاء أتمنى أن نستجل إتصال حظي بشفاة 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 أسأل الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين إن شاء الله بحق أم البنين وأحنا يم الإمام الحسين سلام الله عليه أن يقضى حوائجنا وحوائجكم ونكون إن شاء الله من أنصار مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريك وصلتنا رسائل عديدة من بعض الأخوة والأخوات المؤمنين أذكر بعضا منها بما يسع الوقت إن شاء الله تعالى ممن أوصونا بالدعاء الأخ موسى الله يحفظ إن شاء الله له العائلة إن شاء الله ما ننسى الأخ أمجد كذلك يوصينا بالدعاء والزيارة عند المولى عبد الله الحسين عليه السلام الأخ حيدر وكذلك محمد وعائلته وأبو تراب يطلب الدعاء له بالنجاح والتوفيق إن شاء الله بحق مولى الإمام الحسين كذلك الأخ صفاء وكذلك الأخ ليث قلدون الدعاء والزيارة عند المولى بعبد الله عليه الصلاة والسلام كذلك يوصون بالدعاء للأخوات ماجدة يطلبون لها العافية والسلامة إن شاء الله وكذلك حوراء ومعصومة وتبارك وسارة أسأل الله أن يحفظهم جميعا إن شاء الله الزيارة بالنيابة لمرتضى وعائلته ويطلب الدعاء بقضاء الحاجة الله يقضى حاجته إن شاء الله نور الزهراء يطلبون لها الدعاء بالعافية والسلامة أسأل الله أن يمنق ليها بالعافية إن شاء الله قيس وعائلته والحاج محمد وسعدية وزهراء يطلبون لهم بالدعاء بالشفاء والعافية كذلك العلوية أم عزيز يطلبون لها الدعاء بالرحمة والمغفرة والسيد موحان وكذلك التوفيق لولدهم سيد باسم يطلب الدعاء له بالقضاء الحاجة أسأل الله سبحانه وتعالى إلنا وإلكم والجميع المؤمنين إن شاء الله قضاء الحوائج وتيسير الأمور إن شاء الله كذلك لا تنسوا بالدعاء خدمة هذه الروضة المقدسة حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكذلك أخواني كادر البرنامج ليوصل لكم هذه الصور من حرم الإمام الحسين من بين الحرمين مع برودة الجو لكن يقفون من أجل نصرة سيد الشهداء سلام الله عليها الله يبارك بهم أخواني جميعا تحياتي لهم وكذلك الأخوة في غرفة التحكم الرئيسية للبث المباشر الله يحفظهم إن شاء الله ووصلنا أيها الأحبة إلى مسك الختام لزيارة المولى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام لا تنسوني ووالدي وأسرتي وجميع المؤمنين بصالح الدعوات ونتوجه إلى الزيارة إن شاء الله ونسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب الزمان أصالة عن نفسي نيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات جميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا جار المستجيرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا الله اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية اللهم احفظ زوار الحسين اللهم احفظ خدام الحسين وفقنا لخدمة سيد الشهداء سيدي ومولاي يا أبا عبد الله هذا عهدنا معك دائما ننادي لبيك يا حسين لبيك يا مظلوم لبيك يا شهيد لبيك داعي الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين